فلاصة الاجتماع الرئيس بيقول لهم لجايب وزير الصناعة ووزير القطاع الاعمال ورئيس الوزراء ومستشار اه الرئيس للمشروعات الكبرى وجايب رئيس جهاز الخدمة الوطنية بيقول لهم احنا نقدر نصنع احتياجاتنا ومواردنا تكفي بلاش نستورد من بره كفانة استيراد عبثي احنا بنستورد حاجات بشكل عابث بنستورد بنستنزف العملة الصعبة من ناحية بنشوه مزننا التجاري من ناحية اخرى بنضيع فرص على مصانعنا من ناحية ثالثة وبنحرم اولادنا من فرصة عمل يعني النهاردة لما الرئيس النهاردة الاجتماع ده هو بقدم حضرات الكلام الكلام يا جماعة عشان بس الناس بتعرف اهمية الاجتماع ايه الشاب والشابة اللي عاديين من غير شغل انتبهوا لاجتماع اللي بقول عليه انا بقول الناس اللي مش لقى شغل انتبهوا لاجتماع الرئيس بيفكر بشكل جزري بيقول يا جماعة الولاد ولادنا اللي عاديين من غير شغل اللي عايزين يشتغلوا عايزين نوفرهم فرصة عمل من خلال اقامة مصانع او التوسع في مصانع قائمة طيب ازاي هاد من مصانع جديدة وتوسع في مصانع قائمة وانا ما عنديش سوء انا عندي سوء لكنه بوفي حاجة السوء من الاستراض من الخارج انا محتاج اساس وعافش ومحتاج مكاتب ومحتاج مش عارف مكينات ومحتاج مكتات ومحتاج ملابس ومحتاج كل حاجة طيب الحاجات دي نقدر نصناها هنا بشكل يناظر مسيلتها برا اه نقدر عندي مصانع وعند تكنولوجيا وعند ناس وعند رجال اعمال وعند رجال صناعة وعند شركات عاطة اعمال وعند 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 طيب بتستوردها من برا ليه سؤال بسيط سؤال بسيط جدا upgrade بسأله تب انتو بتستوردوها من برا ليه بنقدر اه نقدر رايز عندنا مصانع عندنا عندنا اه ممكن نقدر نزود ونعمل خد انتاج ونطور ونقطع الصناعة. طيب احنا بنستورد من برة ليه? ليه تستوردوا من برة وتقفلوا مصانعنا? ليه تستوردوا من برة وتستنزفوا عملتنا? ليه تستوردوا من برة وتحرم ولادنا وبناتنا من فرصة عمل في بلادهم بشكل محترم. ليه? ده سؤال الرئيس النهاردة وتوجيه الرئيس النهاردة للمجموعة اللي عاديين علينا ان احنا نوطن الصناعة. كلمة التوطن الصناعة بنقولها كتير. يعني نبني مصانع نجيب الخبرات اللي برة والتكنولوجيا والنهو من برة. الناس نشتغل نكبر مصانع ونبني مصانع ونفتح فرص عمل ونوفي حجر السوق المحلي ونصدر كمان عشان نجيبه وعلى صعبة. هو الموضوع صعب. والله ما هو صعب. امهال ايه? ارادة. هي ارادة. لما سيب دي الناس بتستوردوا من برة بسبعين تمانين مليار دولار في السنة. سبعين تمانين مليار دولار في السنة. يعني خليها خمسين. يعني وخلي زيادة الوردات بتاعتي في المنتجات والحاجات الصناعية والمدخلات الصناعية والحاجات اللي بسموها ماتريا للصناعة وغيره. لكن انا بجيب من برة لعب اطفال بجيب من برة فونس رمضان بجيب من برة مش عارف كافيار بجيب من برة مش عارف خبز مش عارف ايه من فرنسا. بجيب من برة ملابس جاية مش عارف من فين يعني بجيب من تركيا ملابس بجيب من تركيا ملابس او بجيب من مش عارف ماليزيا ملابس ولا من امريكا ملابس ولا من الصين ملابس وانا عندي مصانع ملابس قاعدة بتنش ما هو ده تدمير للصناعة انا بجيب اواني طهي من برة وبجيب كبايات شاي من برة وبجيب فنجين اهو من برة بانا عندي مصانع يا جماعة تقدر تعمل هذا الكلام انا عندي مصانع تقدر تعمل هذا الكلام بقول انه انا لشعار صنعة في مصر انه يرجع تاني انا لشعارات جديدة ان هي تخلق من جديد احترم بلدك يا اخي احترم صناعة بلدك اشتري المنتج بتاعك وبقول ده للمستهلك بقول للصنع بقى يا اخي احترم بلدك وصنع كويس احترم المستهلك وازوائي المستهلك ورغبات المستهلك واعمل سلعة واعمل بضاعة واعمل صناعة محترمة يا جماعة احنا 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 تايهين في غرفة مظلمة بنبحث جميعا عن قطة سوداء حاجة غريبة جدا احنا عايزين البلد تبقى عظيمة جدا وعايزين نشغل الناس وعايزين نرفع مستوى داخل الناس وعايزين نقلل من المزان التجاري اللي المتنيل وعايزين نوفر علمه صعبة وعايزين ننطلق كلنا بنقول نفس الكلام في نفس الوقت وفي نفس الوقت الواحد يطلع يشتري الشوكولاتة من بره اشتري البدلة من بره يشتري مش عارف ايه مستهلك دي تركي دي جاية من امريكا دي جاية من فرنسا بص مدقل مش عارف ايه بص ايه يا عم في ايه يعني خلاص يعني انت بقت خواجة بن خواجة يعني طب يا سيدي نرجع نعتمد على صناعتنا المحلية الناس الصناعة يبدأوا يرفعوا المستوى الصناعة والجودة وسعر معقول والمستهلك يشتري منتج محلي هو المستهلك لما اشتري انا بمشتري بدلة او اشتري لبس او اي حاجيات من السوق المحلي صناعة محلية دون ان قدري انا بستفيد ابني بيشتغل وبنتي بتشتغل بيبقى عنده داخل بتتحرك لعجلة اقتصاد اجتماع الرئيس النهاردة انا بقى مش عايز اتوسع بشكل كبير سأقول لكم لقطة النهاردة النساء الترئيس بيقول للمجموعة شريف اسماعيل ومصطفى مدبولي مع حافظ الالقاف ونفين جامع ومصطفى امين ومين كامل معهم ابراهيم ووزير قطاع الاعمال يا جماعة مش انتم اللي بسكين الشغلانة دي طيب يلا يا جماعة احنا احنا ليه ما مصنعش احنا عندنا اكبر حركة ليه اعادة صناعة الغاز والنسيج والمنسوجات والصباغة يلا نتحرك والله والله لسه حد المرح بيقول لي بيصدروا تشيرتات مش عارف مصرية تجربة لفريقيا بيقول لك التشيرت مش عارف بيكلف كام بيبيعه بكام حاجة عظيمة جدا حاجة بيقول لك مبهورين بالقطن المصري يا جماعة احنا عندنا قادرون على صناعة ما لا يستطيع الاخرون تصناعته عندي افضل نسك في العالم عندي قطن عندي عندي حاجات انا 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 مش مش جاهز لحضراتكم بالحاجات اللي عندي ميزة نسبية فيها لكن بقول تاني والله الصانع المصري اللي في دميات اللي كان بيعمل الاساس واللي دمروه اللي بيستورده اساس من الصين عزيكسا بيجيب من الصين جاهز ويحط معارض والناس تشتري حاجات بقى مزخرافة بقى عملنا مدينة دميات الاساس وجبنا التصميمات والناس الدزاينر وغيره يلا عشان نطور الموضوع عشان نرجع تاني نوفي سوقنا المحلي من الاساس الدمياتي العظيم ونبدأ نصدر برا يا جماعة زمان كان فيه دميات مشهورين بالاساس والجبنة الدمياتي والمشابك كان فيه زمان فرنسا في فرنسا بنوع من الجبنة بيقوله بيقوله صنعه طبقا للمواصفات الدمياتية في فرنسا اللي عندهم ستين سبعين نوع جبنة كان شارلي ديجول يقول لك يا جماعة انا باحكم شعب بين ستين سبعين نوع جبنة يعني بنراح علي شارلي ديجول كان بيقول احكم شعب ينطقي او يختار بين ستين او سبعين نوع من الجبن يعني شعب بان فظيعة فيه نوع من الجبنة هناك صنعات طبقا للمواصفات الدمياتية الملابس المصرية القطن المصري والشيرتات المصرية بتطلع في والمارت في امريكا هناك يقولك دي القطن المصري حاجة بص وممكن يكون بضربوها مصري ليه انا ما بتحركش في هذا الاتجاه الفاكهة المصرية الزراعة المصرية الفرولة المصرية المرتقان المصري عسل النحل المصري يا جماعة احنا احنا بلد طول عمرنا بلد خير اتجرفنا او زوقنا انا قاسف يعني الزوق العام اتشوه شوية من جراء الحركات العولمة المتنيلة اللي رايحة وجاء غيره لكن احنا الاساس موجود الاساس موجود تعالوا نعيد لبلدنا بهاءها تاني تعالوا نعيد نعيد لصناعتنا بهاءها تاني ويلا نتحرك وانا بقول شوفولي يا ابراهيم تعالوا نطلع نشوف مصانع وانا معاكم نطلع نشوف مصانع شوفوا مع شام توفيق الناس دي شوفوا اللي هو مصطفى امين تعالوا نطلع انا نطلع معاكم نشوف المصانع دي ونتقدم المنتجات للناس دي منتجات مصرية زمان كانت شركة فينا وشركة قهة. هم قلت لشركة قطاع اعمال دلوقتي. دول كانوا بنتصدر الدول العربية كلها. كل الدول العربية. الوزراء دلوقتي العرب والمسؤول العرب متربيين على المربع المصرية بتاعة قهة وتفينا. احنا هنقولي يا جماعة. احنا عندنا سبناوي وشاملة ومش عارف الحاجات دي كانت هي الاساس بتاعنا. وباتة بتاعة الاحزائي. احنا احنا ليه ننسى هذا الكلام ده. البرند جاي مش عارف من فين. ولأ دي جاي من فين. يا عم انت ارجع اقرأ طريق البرند. هتلاقي الناس دي كان واحد. اه مش عايز اتكلم. احنا عندنا فرص عايزين نتلقف هدي فرص. والنقرد الرئيس الدولة. اكبر رأس في الدولة. حاطئنوا على المشكلة. يلا نتحرك. يتحن الصناعات. يلا. وزارة الصناعة يلا. بس تسهلوا على الصناع. برضو بقول وزارة الصناعة. وبقول ليه الناس المسؤولة في الهال عم صناع وغيره. بقول برضو انه الصناع او اقامة مصنع وغيره. انا بيتقال ان الدنيا بقى تسهل لكن احنا عايزين نسهل على الصناعة. ورجال الصناعة والترخيص والى اخره. لان احنا فيه تنافس. فيه تنافس شديد ومرير مع الدول اللي جنبنا يا جماعة. كله عايز يعمل جذب استصمار. احنا دولة عندنا سوق فيه مئة مليون. محتاج اي مصنع نص النجاح موجود بالمستهلكين الموجودين. يلا اعمل صناعة كويسة بجودة كويسة بسعر كويسة. الدولة تدعمك. يلا نشتغل ونتحرك. ده احنا عندنا دعم الصناعة ده كده في الموازنة العامة للدولة.